يبقى لازم نعرف كده ان الفقر ده احنا في امسل حاجة اليه الفقر ده حاجة مش الانسان يخاف منه الافتقار لله سبحانه وتعالى ده حاجة ما يخافش الانسان منه بالعكس ده الشيء الوحيد اللي يخلي الانسان في امان كلنا بنبحث عن الضمان الضمان اليس الله بكافر عبده الله لطيف بعباده لما تفتقر الى الله سبحانه وتعالى تحس بالامان تحس بالسلام بغير الافتقار الى الله سبحانه وتعالى تعيش في المجهول تعيش في الظلام طب وعن اعمل ايه في الناس اللي هم حسين ان الافتقار ده مجلبة للمهانة اسمعوا بحب الحكمة دي اللي انا دايما بقولها لأحبابي حكمة بتقول ايه لم يكتب عليك السيد الغني الله لم يكتب عليك السيد الغني الافتقار للمهانة بل جبلنا عليه لنتيقن من دوام المدد والاعانة يبقى ربنا ما كتبش علينا الافتقار عشان المهانة لا لكتب علينا الافتقار عشان نتيقن من دوام مدده سبحانه وتعالى وإعانته يبقى لم يكتب علينا السيد الغني الافتقار للمهانة بل جبلنا على الافتقار لنتيقن من دوام المدد والاعانة يبقى ربنا جعلنا فقراء ليه ولذلك كتب على الانسانية كلها وإيه اللي خلاني قلت ان الافتقار ده ركني الانسانية والعبودية قوله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله الكل فقير إلى الله كلنا محتاجون إلى الله فإذا كنا محتاجين إلى الله سبحانه وتعالى وأرزاقنا على الله كل التوحش اللي احنا بنعيشه علاج التوحش الإنساني والافتقار إلى الله ولذلك لما بغى أناس وخاف منهم رسول من أول العزم من الرسل قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير حمى دخل في حمى الله اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي سيد الأنبياء والمرسلين بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس إلى من تكلني إذن الافتقار افتقار ده هو أنوار العقول النيرة يبقى العاقل هو المفتقد إلى الله سبحانه وتعالى لأن المفتقد إلى الله يحس بحق غريب قوي يحس بلذة عجيبة وهي لذة المدد يحس الفقير يحس بحلاوة كل نعمة تنزل عليه وعشان كده الافتقار ده لما هو حال حلوة كده هيزول عننا قال له لا اسمع الحكمة التانية بتقول له الافتقار لا يزوله بالعطاء فلولا افتقارك لسيدك لم تعرف في أي حياة البقاء يعني لولا افتقارنا لم يكتب لنا في الحالات الأولى ولا في الحياة البرزخية ولا في الحياة في الآخرة ايه وقت تكون فاكر ان انت لما تدخل الجنة هتستغنى عن الله لا كلما انتقلت في حياة جديدة يعني انتقلنا من الحياة الأولى دي اللي هي الحالات الدنيا انتقلنا منها فنحن فقراء إلى الله طب انتقلنا إلى الحياة برزخية يزداد افتقارنا إلى الله طب رحنا إلى الجنة يا ده افتقار ما بعد افتقار ولذلك ليه لا يكون عندنا كسب ولا عمل ولا أي حاجة كل حياتنا على الله سبحانه وتعالى بغير سبب ايه ده يعني احنا في الجنة نكون فقراء طبعا وما ألذ الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى طب واحد يقول طب وانا كده الافتقار ده انا حاسس انه وكأنه بيقل من كرامتي اسمع الحكمة التالتة بتقول ايه كرامة العبد في حسن افتقاره فلأجله منى عليه الملك بالاستضافة في داره ها يعني ايه كرامة العبد في ايه في حسن افتقاره فلأجله فلأجل هذا الافتقار منى عليه الملك سبحانه وتعالى بالاستضافة في داره هو ربنا سبحانه وتعالى ضيفنا في الدنيا دي ازا ليه أعطانا كل هذه الأرزاق عشان فقراء إزاي يعني إنما الصدقات للفقراء والمساكين إيه دا يعني فقرنا إيه اللي حاصل هو اللي خلنا من أهل الأرزاق فلكوننا فقراء إلى الله الله أعطانا هذه الأرزاق قبل أن نوجد قبل أن نكتسب قبل أن نعمل إيه أنت الفقر دا شيء مليان ضمانة مليان ضمانة